لما يقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة العلمات التي ذكرها أهل العلم للحج المبرور يعني أو الشروط التي ذكرها له من أهمها وما أريد أن أتعرض إليه أمران الأمر الأول هو طيب النفقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تباك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وحديث الحج المبرور وهو معناها الحج المقبول الحج المبرور معناها الحج المقبول ليس له جزاء إلا الجنة والله سبحانه وتعالى كما يقبل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبا فإذا إذا أردت أن تكون ممن حجه مبرورا لا بد أن تكون نفقتك طيبة نفقة طيبة في الزاد وفي نفقة وفي ما تحج به وفي كل ما يعني من يوم أن تبدأ في الحج وتنفق موالك في الحج لابد أن تكون نفقتك طيبة شي مع نفقة طيبة مع نفقة حلال أخذتها من مصدر حلال ما أخذتهاش يعني مش لازم من حاجة اللي نريد أن نبينها بوضوح مش لازم رغم من قلوش النفقة الحرام هي اللي انت فقط وقفت في الطريق وقفت سيارة واخدتها من صحابة حرابة جياشة مش لازم هذه الصحيرة هذه على رأس المال الحرام الجياشة وقطع الطريق والافلاقة والحاجات هذه هذه على رأس المال الحرام لكن هناك أبواب كثيرة جدا وخص في بلادنا هي من باب المال الحرام وربما الناس يغفلون عنها والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا يعني إذا حرم الله شيئا حرم ثمانا فإذا كنت تعمل عملا حراما عملا إثما بمعنى أنك تعاقدت على شيء ولم تفي به وأخذت عليه مالا أو غششت في المالك غششت في الذي تعاقدت معه أعطيته نصف حقي وأخذت أنت النصف الآخر واستغفلته ورضي بذلك وظلنت أنك يعني ربحت الصفقة فأنت خاسر لأن هذا المال الآخر نصف المال الذي غششت به هذا هو مال حرام وليس مال طيب فإذا حجيت بمثل هذا المال معنى مال حجك لم يدخل في تعريف الحج المبرور إذا كنت تفتح في اعتمادات وتغش فيها وتزور فيها وتدفع فيها في الرشاوة وتسرق الأموال وتأتي بالحاويات فارغة وتستغفر في الشعب الليبي وتنهب في المال العام بطريقة أخرى من مصف ليبيا المركزي وإلا عن طريق التحولات وإن سواء كانت التحولات الصحية سرقة من أموال المرضى أو سرقة من أموال وزارات أخرى بعثات وإلا مهمات ولكن تختلقها لنفسك من أجل أن تأخذ علوات وأنت لا حق لك فيها فأنت تأخذ مال حرام فإذا حجرت بهذا المال فأنت لم تدخل في الحج المبرور لأن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنة فإذا كنت أنت ممن يعني يهرب المال العام يهرب السلع يهرب النفط ويهرب يعني الشياة والخراف التي أتي بها للتسهيل وتهويل الأمر على بني جلدتك وبني عمومتك بحيث لا تشق عليه ويصمع للأضاحي وأنت أني هربت هذا المال وهذه الشياة وهذه الغنم حربت إلى بلد أخرى فأنت تأكل مال حرام إذا كنت أنت تلاحق سيرات الوقود أريد تذهب إلى الجنوب الوقود الآن في غاث وفي مرزق وفي أباري وفي لعونات وفي سبهة وفي الكفرة يعني هذه أصلاحة يعني الليتر والمقدار القليل منه بسبعين وخمسين ومئة دينار ترجمة نانسي قنقر